معالي السفير أهلاً وسهلاً بحضرتك على أكستر نيوز ومصر طبعاً ستسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد سنة من توليها لهذه المهمة ما الأثر أو البصمة التي تركتها مصر خلال السنة الفائتة؟ برحب بحضرتك ومشاهدي أكستر نيوز البصمة المصرية الواضحة في إدارة أعمال الاتحاد الإفريقي خلال هذا العام بقيادة سيد رئيس الجمهورية هي التعامل مع الرئاسة بمنهج منظم للغاية اختيار أولويات قرية في أجندة التنمية بعينها لدفعها على سبيل المثال للخصر تم اختيار موضوع منطقة التجارة الحرة القرية وإدخالها حيز النفاذ والعمل على الأليات التنفيذية الخاصة بها كمعجل للتنمية القرية تم اختيار موضوع التركيز على البنية التحتية وتحسين العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والتجامعات الاقتصادية الإقليمية من خلال توزيع أفضل للأدوار وتحقيق عملية تزامن للأجندة التنموية القرية وعبر الإقليمية بشكل جيد للغاية نعكس في مخرجات قمة نيامي التي ترقصها سيد رئيس الجمهورية في أوائل يوليو الماضي الشيء الآخر أيضا تم اختيار مجال معين في مضمار السلم والأمن لتعزيز بنية السلم والأمن الإفريقية وهي التركيز على موضوع إعادة التنمية وبعد النزاعات المركز الإفريقي إعادة التنمية وبعد النزاعات هيكون في القاهرة تم توقيع التفاق الاستضافة بشأنه في ديسمبر الماضي في أسوان الشيء البارز أن الأفارقة حسوا بأنه السيد رئيس الجمهورية ومصر تأتي للتحالل إفريقي برؤية ناضجة رؤية متكاملة لدفع أولويات العمل وفقا للأجندة يعني القرية للتنمية غنيون عن البيان أنه الدور ما بيبقاش في سنة وما بتبقيش حضرية بتنجزي شيء وتتركيه للعدم دايما بيبقى أدوار تكمل بعضها البعض الشيء المرضي للغاية أنه رئاسة جنوب إفريقيا للتحالل إفريقي بتكمل نفس الأولويات إدراكا منها لأولوياتها في أجندة التنمية قرية بالفعل معروف طبعا أنه القمة يعني تذهب لعدة دول يعني من دولة إلى أخرى كل سنة كيف يمكننا الحفاظ على البرامج والأولويات وبالتالي كيف يمكن لكل دولة بمفردها أن تضيف نكهة مختلفة أو فلسفة أو رؤية كما شرحت بالنسبة للتجربة المصرية؟ يعني ما يميز العمل الإفريقي المشترك يعني حقيقة أنه فيه قدر من الاستمرارية وطبيعة العمل المؤسسي مصر خلال عام الرئاسة على سبيل المثال للحص حرصت على استضافة أكبر عدد من المؤتمرات الوزرية أو ما نسميها اللجنة الفنية المتخصصة آخرها على سبيل المثال كان اللجنة الفنية المتخصصة للأمن والدفاع عقدت في مصر في ديسمبر قبلها كان فيه أسبوع البنية التحتية في ديسمبر قبلها كان فيه مؤتمر وزراء الاتصالات أو لجنة الفنية للاتصالات اللجنة الفنية للصحة في كل هذه المضامير مصر كانت عضو فاعل مش بس بتستضيف الاجتماع بتنضم وترأس الاجتماعات بتدي بعد فني قوي جدا لدفع الاجندة القرية يعني قدر أضرب لحقيق أمثلة عديدة جدا في مسألة البنية التحتية السيد الرئيس الجمهورية بيركز دوما على التعامل مع قضية تعزيز البنية التحتية باعتبرها هي المعجل لتحقيق التنمية الإقليمية أو ترابط الأسواق والتحقيق تنمية في التجامعات الاقتصادية الإقليمية على المستوى الإقليمي على سبيل المثال يعني القاضى الأفرقى جميعا بيلمسوا أنه مصر عندها تجربة فريدة جدا في تحقيق معدلات عالية للتنمية استعادت الاستقرار مكافحة الإرهاب تحقيق تقدم بارس جدا على صعيد قضايا الحوكمة وبنية الحوكمة الإفريقية لا أخفى على حضرتك طبعا أنه مثلا على سبيل المثال مؤتمر منتبع أسوانر لسيد الرئيس استضافه وشارك فيه ستة من رؤساء الجمهوريات كم يتعامل مع المعضلة دي كيف لأي دولة أن تتعامل مع تحديات السلم والأمن وتحديات التنمية في صعيد واحد دون أن تفقد الزخم في أحد الصعيدين